دور الشعب كان دور كبير جدا 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 ويمكن ده اللي حضرتك قومت عليه فكرة الكتاب اللي حضرتك كتبته مصادرك كانت ايه في انك تجمع الدور الكبير والعظيم اللي قام بيه الشعب الحقيقة انا استندت على الارشيف الثقافي والارشيف الصحفي وده كان مهم قوي لان احنا اغلب المجلات دي ببقيتش يعني يمكن متاحة لنا دلوقتي في الفترة الاخيرة فبدأت اشتغل على الارشيف الاهرام ارشيف الطليعة ارشيف المجلات اللي كانت موجودة في وقتها ارشيف مجلة الاداب البيروتية الارشيف الاطفال كل ما هو متاح من الارشيفات دي طبعا يعني احتاج مني ان انا يعني اقدر ان انا اوصل لده في بعضها يعني نقدر نوصله رقمي وفي بعضها كان لازم اروح للاماكن اللي هي متاح فيها الارشيفات دي زي در القتب زي بكتابة اسكندرية زي بعض الجهات اللي بتتيح الارشيفات دي متاحة زي ارشيف الاهرام وغيره الحقيقة انه العمل الارشيفي متعة شوية لانه في احيان كتير جدا كمان غير ان انا بكون ببحث عن حاجة ساعات بنصادف حاجة بتكملنا القصة بتكملنا الموضوع نفسه فبدا بيديله ثقل اكتر يعني دور المثقفين العرب حدرتك ذكرت ان كان ليهم دور داعم كبير جدا ده حقيقة كلمني شوية عن الدور ده ونحب نعرفه اه الحقيقة انه الدور العربي انا استنادت فيه لمجلة الاداب البيروتية وهي مجلة مهمة جدا بالمناسبة بجلة الاداب كان بيرقص تحريرها الدكتور سوهيل ادريس وجنب انه انا بكتب مقالات او بتكلم عن الموضوع لكن في دور اهم انهما كانوا بيطلعوا بيانات البيانات دي بينجدوا فيها مثقف العالم واحرار العالم انهما يسندوا حرب اكتوبر ودي كانت حاجة مهمة جدا وكان الكشف التوقعات على البيانات دي فيها تقريبا كل المثقفين اللي احنا يعني ممكن نكون بنعرفه وكل الاداباء والشعراء يعني الدكتور سوهيل ادريس كان عندنا كمان البيان ده موقع عليه نزار قباني موقع عليه محمود درويش موقع عليه عبوهاب البياتي موقع عليه كل تقريبا المثقفين بالاضافة طبعا المثقفين المصريين زي نجيم محفوظ ويوسف ادريس ويوسف السباق كل دول كمان كانوا موجودين بالاضافة طبعا مش الاداباء بس كمان المفكرين يعني كان عندنا الدكتور لويس عوض عندنا الدكتور زكي نجيم محمود عندنا الاستاذ محمود امين العالم كل المثقفين اللي كان ليهم دور في الفتر داعم للمعرقة حقيقة المعرقة كانت ملهمة جدا والحقيقة ان دور المثقفين مش بس اثناء الحرب لانه دول المثقفين كان قابل الحرب كمان يعني المدخل الحرب اكتوبر حرب الاستنزاف